بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن محمد الرسول رب العالمين خير مبعوث إلى خير أمة بخير دين وبعد أبناء وبناتي طلاب الصف الثالث الثانوي الأزهري بقسميه السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وأهلا ومرحبا بكم مع درس جديد من دروس الفقه الشافعي نتحدث إن شاء الله تعالى فيه عن أحكام الحدود نبدأ أولا بعناصر هذا الدرس العنصر الأول تعريف الحدود الثاني تعريف الزنا الثالث حكمه الرابع تقسيم الزاني وحد كل ودليله الخامس شروط الإحصان السادس ما يثبت به الزنا السابع ضابط ما فيه التعزير نبدأ أولا بتعريف الحدود أعلم بني الكريم وفقني الله وإياك وهدان القصد أن الحد في اللغة المنع وشرعا عقوبة مقدرة واجبت زجرا عن ارتكاب ما يوجبها أي أن الحد هذا عقوبة وهذه العقوبة محددة ومقدرة يعني مثلا مئة جلدة أو ثمانين جلدة أو أربعين جلدة على حسب الجريمة التي ارتكبها الشخص إذن هي عقوبة مقدرة واجبت زجرا عن ارتكاب ما يوجبها أي أن هذه العقوبة إنما جاءت لتسجر صاحب الجرم عن ارتكاب الشيء الذي يوجبه لتسجره عن ارتكاب ما يوجب هذه العقوبة أو ما يوجب هذا الحد هذا طبعا تعريف الحدود الحدود ذكرت مجموعة وذلك لتنوعها فهناك حد الزنا وهناك حد القذف وهناك حد الشرب وهناك أيضا حد السرقة إذن ذكرت الحدود جمعا لتنوعها وهكذا نأتي بعد ذلك إلى تعريف الزنا الزنا هو حصول معاشرة تامة بين رجل وامرأة مكلفين لا يربط بينهما عقد نكاح معنى هذا الكلام حصول مباشرة أو معاشرة تامة بين رجل وامرأة لا يربط بينهما عقد نكاح أي ليس بينهما عقد زواج وحصلت هذه المعاشرة التامة بين هذا الرجل وبين هذه المرأة ثم قال مكلفيني معنى كلمة مكلفيني يعني مثلا بالغين عاقلين مختارين بالغين فطبعا الصبي الزاني هذا يعذر لا يقام عليه الحد لا بده أن يكون بالغا كما سيأتي إذن مكلفين أول شيء يعني بالغ ثاني شيء عاقل المجنون طبعا لا شيء عليه لعدم وجود العقل ولأن العقل هذا هو مناط التكليف لكنه يزجر ويعزر بما يمنعه بعد ذلك ولا يقام عليه الحد أيضا المكره إذا تصورنا أن الإكراه يحدث في الزنا فطبعا المكره هذا أيضا كذلك إذن رجل وامرأة مكلفين يعني بالغين عاقلين غير مكرهين غير مكرهين هذه المعاشرة التامة بين رجل وامرأة ليس بينهما عقد زواج يعني لا يربط بينهما عقد نكاح بل يكون هذا على سبيل السفاح والعياذ بالله تعالى نأتي بعد ذلك إلى حكم الزنا والعياذ بالله اتفق أهل الملل على تحريمه وهو من أفحش الكبائر ولم يحل في ملة قط ولهذا كان حده أشد الحدود لأنه جناية على الأعراض والأنساب إذن حد الزنا أو الزنا هذا حرام وهو كبيرة من أكبر الكبائر ولم يحل الزنا في ملة قط لا في الإسلام ولا في اليهودية ولا في المسيحية ولا في غير ذلك من الملل بل هو حرام في كلها لذلك كان حد الزنا هذا هو من أشد الحدود يعني مثلا حتى في القتل القاتل قتل عن بئ أن يضرب مرة واحدة فيموت بالسيف أما هذا الزان والعياذ بالله فيرجم بحجارة ملء الكف يظل يرمى بها حتى يموت إذن هذه العقوبة هي أعظم عقوبة في الإسلام وهو أعظم حد في الإسلام لأن الزنا يترتب عليه مفاسد كثيرة يترتب عليه إختلاط الأنساب وهو أيضا عبارة عن تلويث الأعراض كما أنه أيضا عار يجلب على المرأة ويجلب على عشيرتها وكذا على الرجل وعلى عشيرة الرجل كما أن هذا الزنا قد يترتب عليه القتل فقد يقتل الرجل زوجته التي ارتكبت هذه الجريمة مثلا ويترتب عليه أيضا أبناء غير شرعيين بعد ذلك لا يدرى أين سيكون مكان هؤلاء الأولاد الذين هم غير شرعيين وكثير من المفاسد التي تترتب على الزنا كالأمراض مثلا الفتاكة مثل مرض الإجزء وكما قال صلى الله عليه وسلم خمس بخمس منها وما فشت الفاحشة في قوم إلا ظهرت فيهم الأمراض التي لم تكن في أسلافهم يعني ما ظهرت الفاحشة أي الزنا والعياذ بالله في مجتمع أو في قوم إلا وظهر فيهم الكثير من الأمراض التي لم تكن في الأمم السابقة وطبعا خير دليل على ذلك ظهور مرض الإجزء والعياذ بالله الذي ينشأ عن العلاقات غير الشرعية أعاذنا الله جميعا منه إن شاء الله بعد ذلك تقسيم الزاني وحد كل الزاني ينقسم إلى محصن وغير محصن المحصن حده الرجم حتى يموت بالإجماع وظاهر الأخبار فيه كرجم ماعز والغامدية إذن أنا عندي الزاني المحصن حده إيه؟ حده الرجم طبعا بالإجماع يعني بإجماع الصحابة ولأن الرسول صلى الله عليه وسلم رجم ماعزا والغامدية وكان فيما يقرأ في كتاب الله الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البته نكالا من الله والله عزيز حكيم هذه الآية نسخت تلاوة وبقي حكمها إذن بني الكريم حد الزاني المحصن هو الرجم وسيأتي بعد ذلك شروط الأحصان إن شاء الله يعني نعرف محصن يعني إيه؟ سيأتي بعد ذلك إن شاء الله أيضا قرأ شازا كما أسلفنا والشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البته نسخ لفظها وبقي حكمها ولو زنى قبل إحصانه ولم يحد ثم زنى بعده جولداء ثم رجم معنى هذا الحكم إيه؟ معناه لو إن شخص زنى قبل إحصانه يعني قبل زواجه قبل أن يتزوج ثم زنى بعد زواجه إيه ليحصل؟ نجلده على الزنى الذي زناه قبل زواجه ثم نرجمه على الزنى الذي زناه بعد زواجه إيب جلد ثم رجم هكذا القسم الثاني الزاني غير المحصن وحده الجلد مئة جلدة ذكرًا كان أو أنثى لقول الله سبحانه وتعالى الزانية والزاني فجلده كل واحد منهما مئة جلدة فلو فرقها يعني فرق الجلد نظر إن لم يزل الألم لم يضر وإلا فإن كان خمسين لم يضر وإن كان دون ذلك ضرًا معنى هذا الكلام أن الزاني غير المحصن يعني غير المتزوج حده الجلد مئة جلدة وذلك لقول الله سبحانه وتعالى الزانية والزاني فجلدوا كل واحد منهما مئة جلدة وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمُنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلِيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِنَ المؤمنين وطبعاً لو فرق هذا الجلد يعني مثلاً لو جلده عشرين جلدة ثم توقف عن الجلد ثم عاد ليجلد مرة ثانية هل يصح هذا أم يبدأ من أول يستأنف من بداية الجلد إذا كان جلده بعض الجلدات ثم توقف فإن كان الألم قد زال فيستأنف وإذا كان الألم لم يزل يعني إذا كان الألم باقي لا يكمل مرة ثانية أي يعني يبني على الذي بدأه إلا إذا كان قد وصل إلى الخمسين يعني لو كان وصل إلى الخمسين ثم توقف قليلاً حتى زال الألم ثم بدأ يجلد مرة ثانية فلا شيء في ذلك لكن إذا كان قد وصل إلى الخمسين وزال الألم فإن هذا يضر يضر يعني إيه؟ يعني يستأنف طيب إذا كان الألم لم يزل يبني على ما بدأه ويكمل وهكذا ده معنى يعني إيه؟ توقفه عن الجلد أو عدم توقفه إذا زال الألم وكان أقل من الخمسين يبني إيه اللي يحصل في هذه الحالة يستأنف إذا لم يزل الألم وكان أقل من الخمسين يكمل إذا كان خمسين وزال الألم يكمل لا شيء في ذلك العقوبة الثانية بعد الجلد التغريب لمدة عام لرواية مسلم بذلك إلى مسافة القصر من بلد الزنا لأن ما دونها في حكم الحضر ولأن المقصود إحاشه بالبعد عن الأهل والوطن ولأن عمراء غرب إلى الشام وعثمان إلى مصر وعليا إلى البصرة والتعيين يعني تعيين المكان الذي سيذهب إليه يكون من قبل الإمام وإذا عين له الإمام جهة فليس له أن يختار غيرها لأن ذلك اللي يقب الزجري ومعاملة له بنقيض قصده معنى هذا الكلام أن الزاني غير المحصن حد مئة جلدة وتغريب عام يعني الاثنين حد واحد أو عقوبة واحدة أنه هو يحد مئة جلدة ويغرب مئة عائلة ويغرب عام واحد لمسافة القصر يعني أبعد من مسافة القصر ليه؟ أبعد من مسافة القصر ليه؟ لأن الهدف هو الإحاش يعني يشعر بالوحشة ويشعر بالوحدة وذلك يعني إيه؟ زيادة في العقوبة وزيادة في التنكيل به أيضاً إذن يغرب لمدة عام مسافة القصر والإمام هو الذي يعين له المكان الذي سيذهب إليه فلا يجوز لهذا يعني الزاني أن يذهب إلى أي مكان بنفسه دون أمر الإمام لا الإمام هو الذي يأمره بأن يذهب إلى مكان معين ولا يجوز له أن يغير هذا المكان الذي أمره الإمام إيه؟ بالذهاب به لأن هذا أليق في الزجر خامساً خامساً نأتي إلى شروط الإحصان الإحصان له شروط أولى هذه الشروط البلوغ أول شيء الإيه؟ البلوغ تاني شيء العقل فلو زن صبي أو مجنون فلا حد عليهما لعدم تكليفهما لكنهم يعزران ويزجران بما يراه الإمام مانعاً لهما عن ارتكاب مثل هذا بعد ذلك ثالثاً وجود الوطء من مكلف بقبل ولو لم تزل البكارة في نكاح صحيح لأن الشهوة مركبة في النفوس فإذا وطئ في نكاح صحيح ولو كانت الموطوئة في عدة وطء شبهة أو وطئها في نهار رمضان أو في حيض أو إحرام فقد استوفاها فحقه أن يمتنع من الحرام معنى هذا الكلام أن الشرط الثالث هو وجود الوطء في نكاح صحيح يعني حتى يطلق عليه محصن وتنطبق عليه أحكام الزان المحصن لا بد أن يكون قد تزوج ليس تزوج فقط لا ودخل بزوجته وأصابها يعني لا بد أن يحصل هذا حتى ولو كانت هذه الإصابة وهذه المعاشرة في أثناء الحيض نحن عارفين طبعا أن الوطء في أثناء الحيض حرام لكن حتى ولو كان في أثناء الحيض الذي هو الوطء فيه حرام يكون قد صار محصنا أو أصابها في أثناء الإحرام في الحج نعرفين أيضا أن الوطء في أثناء الإحرام في الحج لا يجوز وهكذا لكن لو حدث فيكون بذلك قد صار محصنا وتترتب عليه أحكام الزاني المحصن إذا زنى والعياذ بالله سادسا ما يثبت به الزنا يثبت الزنا بأحد أمرين الأمر الأول الإقرار الحقيقي ولو مرة واحدة لأنه صلى الله عليه وسلم رجم ماعزا والغامدية بإقرارهما ويكون الإقرار مفصلا فيذكر بمن زنى لاحتمال ألا حد عليه بوطئها ويذكر أيضا الكيفية لاحتمال إرادة المباشرة فيما دون الفرج وخرج بالإقرار الحقيقي الإقرار التقديري وهو اليمين المردودة بعد نقول الخصم عن الحلف فلا يثبت به الزنا ولكن يسقط به الحد عن القاذف معنى هذا الكلام أن الزنا يثبت بأحد أمرين الأول الإقرار الحقيقي وذلك لأننا كما نعلم أن الإقرار هو سيد الأدلة والدليل على ذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم رجم ماعزا يعني رجل صحابي كان اسمه ماعز ورجم الغامدية طبعا هي مش اسمها الغامدية هي لها اسم آخر لكن قالوا عنها الغامدية يعني بمعنى أن اسمها غير معروف أو يعني مغمود مش معروف ليه لأن طبعا العار يلحق المرأة أكثر من الرجل لذلك تعمد الرواه إخفاء اسمها سطرا لها إخفاء اسمها سطرا إيه؟ لها إذن الرسول صلى الله عليه وسلم رجم ماعزا والغامدية بإقرارهما يعني أنهما أقر على أنفسهما وطبعا هذا يعني يعد قمة التوبة والرجوع إلى الله سبحانه وتعالى والندم على الفعل لأنه ليس هناك أعلى وأفضل من أن يجود الإنسان بنفسه يقتل أو يرجم من أجل أن يقبل الله سبحانه وتعالى توبته إذن طهر نفسيهما بالإقرار وبالرجم الذي تم إذن رجمهما الرسول صلى الله عليه وسلم بإقرارهما وطبعا الإقرار لا بد فيه من التفصيل يعني لا بد أن يقر وأن يقول زنيت بفلانة يذكر الإسم ليه؟ لأن ربما يكون مثلا المرأة التي أتاها لا حد عليه فيها ربما يكون قد عقد عليها قبل ذلك ويكون لا حد عليه فيها ويذكر الكيفية لأن ربما لا يكون هذا زناء ربما يكون مجرد مباشرة فيما دون الفرج إذن لا بد من التفصيل يذكر اسم المرأة ويذكر الكيفية وهكذا هذا طبعا بالنسبة للإقرار طيب الأمر الثاني الذي يثبت به الزناء هو البينة البينة يعني الشهود وهي أربعة شهود عدول ذكور لقول الله تعالى والتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم ويشترط فيها التفصيل كالإقرار ويسن للزاني وكل من ارتكب معصية الستر على نفسه لخبر من أتى من هذه القاذرات شيئا فليستتر بستر الله فإن من أدى لنا صفحته أقمنا عليه الحد معنى هذا الكلام أن الشيء الثاني الذي يثبت به الزناء هو البينة إيه يعني البينة؟ البينة لا بد أن تكون أربعة شهود ذكور عدول لا يصح مثلا أن يشهد رجلان وامرأتان أو ثلاثة من الرجال وامرأتان لا هي أربعة رجال يعني خالية من النساء تماما لا بد أن يكونوا أربعة رجال ذكور عدول يشهدون بأن فلانا زنى بفلانة ولا بد من التفصيل كما ورد في الإقرار تماما وطبعا يسن للزاني أن يعني إيه يسطر نفسه يعني يسطر إيه نفسه والإسلام ليه حكمة في هذا الأمر طبعا الرسول صلى الله عليه وسلم يقول من أتى من هذه القاذرات شيئا فليستتر بستر الله تعالى فإن من أبدى لنا صفحته أقمنا عليه الحد سبحان الله كأن الرسول صلى الله عليه وسلم يعني يدرى الحدود عن الناس يعني بقدر الإمكان يعني الذي يرتكب شيئا من هذه القاذرات أي الزنى فعليه أن يسطر نفسه يعني يستتر بستر الله ليه لأن طبعا حين تشيع يعني أو يشيع خبر هذه الفاحشة في المجتمع فالناس يستسهلونها يقولون إن فلانا قد ارتكبها وفلانا قد ارتكبتها وهكذا فالأمر يعني يصير بينهم شائعا وبالتالي يعني يكثر مرتكبوه بعد ذلك لكن حينما يسطر هذا الزاني على نفسه وتسطر الزانية نفسها فإن الأمر يظل مهابا في المجتمع يعني فيه هيبة كده ومهابة إن أي حد يقترف هذه الجريمة لكن حين تكسر يبقى الأمر أصبح هي يبقى الناس يستسهلونه وارتكبونه والعياذ بالله وهكذا يبقى إذن الإنسان الزاني يسن له أن يسطر نفسه فإن من أبدى لنا صفحته يعني من يأتي فيعترف ويقر بما ارتكبه من الزنا أقبنا عليه الحد أي أن الإمام يقيم عليه الحد لأن طبعا إذا بلغ الحد الإمام فقد وجب مدام خلاص وصل للإمام يبقى يجب على الإمام أن يقيم عليه الحد لم يصل للإمام يبقى يمكن أن يسطر نفسه وينتهي الأمر عند ذلك سابعا ما يجب في المباشرة فيما دون الفرج ومن باشر فيما دون الفرج بمفاخذة أو معانقة أو قبلة أو نحو ذلك عزر بما يراه الإمام من ضرب أو صفع أو حبس أو نفي أو ما ضرع ذلك ويجوز الجمع بين هذه الأمور أو الاقتصار على بعضها ويجوز أن يقتصر على التوبيخ باللسان وحده فيما يتعلق بحق الله يعني كل إنسان بما يليق به ثامنا ضابط ما فيه التعزير لا يبلغ الإمام وجوبا بالتعزير أدنى الحدود لأن الضابط في التعزير أنه مشروع في كل معصية لا حد فيها ولا كفارة سواء أكانت حقا لله تعالى أم لآدمي وسواء أكانت من مقدمات الزنا كمباشرة أجنبية في غير الفرج وسرقت ما لا قطع فيه والسب بما ليس بقذف أم لا كالتزوير وشهادة الزور والضرب بغير حق ونشوز المرأة ومنع الزوج حقه مع القدرة عليه إذن التعزير هذا لا يبلغ به الإمام أدنى الحدود يعني لو كان من جنس الجلد لا يصل إلى أربعين درج لأن أدنى الحدود أربعين جلدة يبقى تسعة وثلاثين فأقل وهكذا طبعا التعزير هذا إنما يجب في كل معصية لا حد فيها ولا كفارة زي السرقة اللي هي أقل من النصاب ومثل شهادة الزور ومثل نشوز المرأة يعني خروجها عن طاعة زوجها وهكذا كل هذه الأشياء يكون فيها التعزير والذي يقوم بالتعزير هو من؟ هو الإمام الدليل على التعزير قول الله سبحانه وتعالى والتي تخافون نشوزهن فعظوهن وهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا فأباح الضرب عند المخالفة فكان فيه تنبيه على التعزير وروا البيهقي أن عليا رضي الله عنه سئل عن من قال لرجل يا فاسق يا خبيث فقال يعزر بهذا أبنائي وبناتي نكون قد انتهينا من هذه الحلقة نشكركم ونستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته اشتركوا في القناة